بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزايكم يا أحلى متابعين فيديو النهاردة إن شاء الله صير كده وسريع بس اتطلب مني كتير وبصراحة هو فيديو مهم جدا عن إزاي نفرق ما بين الكاتكوت الكويس اللي هو الكاتكوت الجيد الكاتكوت الفرز أو الكاتكوت السرد لأن طبعا إحنا عارفين هو من أحد أهم أسباب نجاح الدورة هو الكاتكوت لو إحنا عندنا كاتكوت كويس وعندنا علف كويس وكمان إحنا ملتزمين بالتدفية والتهوية المناسبين ومرعيين الكاتكوت بتاعتنا فإن شاء الله هنحصل على دورة نجحة فيبقى أهم عنصر هو أول عنصر هو عنصر الكاتكوت فإزاي نفرق ما بين الكاتكوت الكويس والكاتكوت الفرز أو السرد علشان ما يديناش أوزان قليلة ويطول معنا قوي في الدورة إن شاء الله بإذن الله في علامات كده هنعرفها مع بعض هتكون سهلة جدا وإحنا بنشتري الكاتكيت هنقدر نفرق ما بين الكاتكوت الكويس والكاتكوت السرد طبعا الفيديو ده للناس اللي لسه بتبتدي تربي خاصة يعني التربية المنزلية أو الناس اللي ربيت قبل كده بس كان عندها الكاتكيت بتاعتها مش كويسة أو مش حلوة فإن شاء الله تستفيدوا من الفيديو ده بس أتمنى كده أن ترفع الفيديو بلايك وبشير علشان يوصل برعدد ممكن وناس كتيرة جدا تستفيد مننا وتدوسوا على زرار اشتراك أو سبسكرايب لو أنتم منوريني في القناة الأول مرة علشان إن شاء الله يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتقدمها القناة ندخل بقى كده على الفيديو ونشوف إيه هي العلامات اللي هتخلينا نفرق ما بين الكاتكوت الجيد وما بين الكاتكوت الفرس أول علامة معنا كده إن إحنا نقل بالكاتكوت علشان نشوف إذا كان هيتعيد الولا لأ ونشوف حيويته هنعد واحد اتنين ثلاثة بصوا نقلت الكاتكوت اتعدل إزاي بسرعة يعني لو اتعدل خلال 3 ثواني يبقى كده الكاتكوت ده حيويته كده ويسة جدا دي أول علامة معنا نشوف كده تاني علامة تاني علامة إن يكون الكاتكوت بتاعنا وزنه مناسب الوزن المناسب بتاع أي كاتكوت طبعا أنا بأتكلم كده على الفراخ البيض على الكاتكيت البيضة الوزن المناسب من 38 جرام لحد 40 جرام إذا كان 41-42 جرام مفيش أي مشكلة كده برضو يبقى الكاتكوت بتاعنا كاتكوت كويس يبقى نوزن ونشوف الوزن الكويس وطبعا ما يبقاش فيه فرق كبير ما بين كل كاتكوت والتاني في الوزن طبعا يعني لو فيه فرق 2 جرام 3 جرام كده خلاص ما فيش مشكلة يبقى القطيع كله بتاعنا أوزنه متقربة بس ما يبقاش فيه فرق العلامة اللي معنا بعد كده هو إن احنا نقلب الكاتكوت على قدينا زي ما احنا شايفين كده في الصورة ونشوف التهاب السرة إذا كان الكاتكوت عنده السرة بتاعته ملتقمة ولا السرة بتاعته فيها التهاب لو السرة بتاعته فيها التهاب ده كده يبقى فيه مشكلة كبيرة وممكن بنسبة كبيرة جدا الكاتكوت دي بتموت ما بتبقاش كويسة ومش هتكبر معنا على طول زي ما احنا شايفين كده أنا قلبت الكاتكوت أهو وبنشوف السرة في المكان اللي أنا بورهولكو ده لو فيها كان لون اسود يبقى كده معناها ان فيه التهاب سره. يبقى بلاش الكتكوت اللي فيه التهاب سره. نبتدي نبص على فتحة المخرج بتاعتهم. اذا كان الفتحة مفهاش اي افرازات مفهاش اي حاجة لازق عليها. يبقى الكتكوت ده كده كويس. لو لقينا اي حاجة على الفتحة دي يبقى الكتكوت ده كتكوت مش كويس. نبتدي بعد كده نبص على مفصل الرجل اللي هو اللي واصل ما بين جسم الكتكوت وما بين الرجل اللي هو واضح كده في الصورة. المفصل ده لو لقينا ان هو كويس ومش ملتهب يبقى الكتكوت ده كتكوت كويس. لما بيبقى ملتهب بيبقى الكتكوت مش عارف يقف على رجليه وبيبقى تعبان وهمدان. فطبعا الاحسن ان مفصل الرجل كده زي ما احنا شايفين ما يكونش فيه اي التهابات خالص. ده كده بالنسبة للعلامة دي اللي هي علامة مفصل الرجل. لازم كمان ناخد بالنا من لمعان القدم الكتكوت رجلين بتلمع مش رجليه كده تكون طفية ولما نيجي نلمسها ما تكونش ملساء يعني ما تكونش نعمة. لا لازم ان هي تكون آآ ليها ملمس كده آآ خشن. يعني بصوا انا همسك لكم كده الكتكوت بصوا رجليه لازم تكون فيها لمعة. ما تكونش كده رجلين مطفية تكون رجلين بتلمع والملمس يكون ملمس خشن. اخر علامة معينا هنا بقى هي حيوية العين وان المنقار ما يكونش متسخ. بصوا حيوية العين بصوا الكتكوت اللي انا مسكاه آآ عينيه آآ بتلمع وعينيه مفتوحة عينيه مش مقفولة فكده في حيوية في العين مفيش اي مشكلة الكتكيت السرد او الفارزة بتكون على طول مغمضة عنيها. بتكون يعنيها مش واسعة قوي ومش بتلمع. آآ ده كده معناها انها كتكوت فارزة. آآ بالنسبة للمنقار مفيش اي عليه اي اتساخ بيبقى فيه نقط صفرة او نقط بيضة. ده كده برضو بيبقى كتكوت بيدخل في مشاكل كتيرة وما بيجبرش ووزنه بيتأخر معنا جدا وبيعمل مشاكل في الدورة دي. فلازم اهم حاجة برضو ان احنا نبص على آآ المنقار وعلى فتحة الانف بتاعته انها ما تكونش واسعة او كبيرة علشان اي مشاكل. دي كده كتاخر علامة معنا. اتمنى بقى ان الفيديو كده تكونوا استفدتوا منه ويكون الفيديو كده عجبكم. ما تنسوش بقى في اللايك زي ما قلتلكم كده علشان الناس كتيرة تستفيد من الفيديو. آآ اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبحبكم كلكم في اللي.